موسيقى موسيقى بدأت أزمة الانسداد السياسي بما يشبه معركة شد الحبل بين قطبين نزاع رئيسي في الصاحة السياسية ألا وهما التيار الصدري والإطار التنسقي أسبابها انطلقت من نتائج انتخابات تشرين المبكرة التي أجريت في أواخر 2021 محمد واري محمد إذ حصد التيار الصدري أعلى الأرقام فوزا وكتلة في البرلمان الخامس محمد الحلبوسي في التاسع من كنون الثاني عقدت جلسة البرلمان الأولى التي شهدت انتخاب الحلبوسي رئيسا للدورة الثانية بعد أن حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني سيتم فتح باب الترشيح لمن يرغب أن يقدم نفسه إلى منصب رئيس الجمهورية في السابع من شباط فشلت أولى محاولات انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال نصاب الثلثين إذ قاطع الإطار التنسقي الذي يمثل أحزابا شيعية بارزة مثل اتلاف دولة القانون وتحالف الفتح جلسة البرلمان وتوالت بعدها جلسات فشل تصويت على رئيس الجمهورية لتنتج مبادرات لحل الأزمة سجلت رقما قياسيا تخطى حجز الخمس عشرة مبادرة لم تأتي بحل لكن في الثاني عشر من حزيران وافق الحلبوس على استقالة أعضاء الكتلة الصدرية من البرلمان بعد توجيه الصدر أعضاء كتلته لانسحاب على خلفية الانسداد السياسي ومن هنا بدأت المعادلة تتغيرها في الثالث عشر من تموز تسريب صوتي منسوب لرئيس مجلس الوزراء الأسبق نور المالك يهاجم به زعيم التيار الصدري مقتد الصدر تبعه تسريبات أخرى أثارت جدلا وغضبا بين أوساط سياسية واسعة في الثلاثين من تموز اقتحى منصر التيار الصدري مقر البرلمان وتمركز في قاعاته للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام وانا قلت انه بارحة اعتزلت وهذا اعتزال نهائي لانه اعتزال شرعي مو بعد اعتزال سياسة واجتماعيات وامور اخرى لا شرعا المرجع قال ماكو تدخل بعد ماكو تدخل خلاصها هي فيما لا فيما لا في التاسع والعشرين من آب أعلن مقتد الصدر الاعتزال السياسي نهائيا وغلق مكاتبه كافة باستثناء مرقد والده والمتحف وهيئة التراث في الثلاثين من آب تصاعدت الاشتباكات في المنطقة الخضراء واستخدام الاسلحات المتوسطة وتعرض المنطقة لقصف بالكاتيوشة وهاجم انصار التيار الصدري مقرات الاحزاب للاطار التنسقي وبعض مقرات الحجد الشعبي في بغداد وعدد من المحافظات وتم حرقها مع اندلاع بعض الاشتباكات المسلحة في بعض المحافظات الجنوبية لكن بنطاق محدود انسحب الصدريون وعاد الحرك السياسي ليشهد الثالث عشر من اكتوبر انتخاب لطيف رشيد رئيس للجمهورية في السادس والعشرين من تشرين الاول منح البرلمان الثقة لمحمد الشيعة السوداني اذ حقق الاطار التنسقي هدفه بتشكيل حكومته بعد انسحاب التيار الصدري وهي الخطوة التي انهت انسدادا دام نحو عام كامل في البلاد لكنها خطوة غير معلومة النتائج حتى الان في كيفية الرد المتوقع للتيار الصدري اما في الشارع فكان ولا يزال حراك انتفاضة تشرين الذي احيى فيها متظاهرون ونشطاء ذكرها التالثة في تشرين الاول من الفين واثنين وعشرين تمسكا بمبادئ حراكهم المطالب باصلاحات سياسية وتغيير للنظام السياسي الذي وصفوه بالجاثم على مركز صنع القرار في بغداد منذ الفين وثلاثة العراق هو مع ازماته السياسية لانه ظل مستمرا بعقد جولات المحادثات بين ايران والسعودية في العاصمة بغداد على صعيد عربي واقليمي ودولي عقد مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة استكمالا للمؤتمر الاول الذي عقد خلال فترة لياسة مصطفى الكاظمي للحكومة التي سبقت حكومة محمد الشيعة السوداني حصاد العام الحالي كان الاكثر تأثيرا في الساحة العراقية من حيث البناء لعملية سياسية تعطلت فصولها بفعل تأزم الخلافات والنزاعات على السلطة والكشف عن تدخلات خارجية على اللسان المجتمع الدولي وكذلك هيمنة الفساد على السلوك السياسي في العراق وبين هذا العام والعام المقبل يستمر العراقيون بالبحث عن اتمام اهداف سياسية تثمر في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي والامني وحفظ سيادة الدولة ومحاربة الفساد ترجمة نانسي قنقر